طيب نتأكد نسمع المقضى هذا ويشوفهم معقول داعش بتحكم صنعة وديو مش يبطقوا متى كذا يمش يبطقوا والمكينة ويسرح لكل الناس داعشي بهذا الأريحية وهما اللي بيحكموا صنعة الله تعقل الله الله تعقل الله الله تعقل الله الله تعقل يا أبي شبري المشرف به النادو يا أبو جبري ولابس مدني وفي صنعة وواضح من بيحكم صنعة ومن يلاحق الناس ويعتقلهم أيوه حتى داعش ما تسميش أبو جبريل أبو قتادة أبو القاعقاع بس أبو جبريل هذا داعش ثاني أقدنتم داعش ولا شيء احنا احنا كبر دواعش لقدوذا فعل داعش انا اكبر داعشي بالعالم والكرة الأرضية والمجرة انا عارف تجي تقلعني انا انا عارف ما بيش فرق وعاد انتم أعظم باعترافكم انتم بس فقط انه في البداية تحاولوا وتغطى وانه لا مش احنا لما يتضح الامر يقول اخي احنا زيهم ايش الفرق يعني الفرق ان هؤلاء بيحلقوا للناس باسم انصار الله وهؤلاء بيحلقوا لهم باسم انصار الشريعة فقضوا نعيما يا مواطن والفرق الثاني ان الدواعش بيحلقوا لشخص نفسه مع ان انتم ضموحكم اكبر من هذا حلقوا له أبو وعادوا يستدع الامر جيبوا أمو حلقوا لي جنبكم يا سلام على الابداع والتميز هنا التميز بيقولك تجاوزوا مرحلة داعش هذا هذا مستعد يحلق لابو وامو مش لشخص واحد يعني اذا داعش بقى تحلق الواحد هذا مستعدين يحلقوا للأسرة كلها وبنفس السعر وبنفس السعر وبنفس الموس يعني عروض للصيف هذا باقة باقة تاخذها لك ولأسرتك يعني مثل ما يختلفوا مع اي شخص يروحوا يفجروا بيته ويعاقبوا الأسرة كامل ويخرجواهم الشارع نحن نريد أن نذهب إلى القدس يا سلام كان يقولوا لنا هكذا نحن جينا من أجل نذهب إلى القدس يا أخي ما أسهل الذهاب إلى القدس هو كان معارك للأمور ما كان فيش معامل موس ولا مقص ولا مكينة حلاقة يعني إذا تريد تروح الأقصى أنت بحاجة لهذا الأدواء خصوصا لازم المكينة تكون مشحونة عشان ما توصل لأعتاب المسجد الأقصى وضطفى عليه قبل ما تحررها ولهذا أول ما توفرت انطلقوا أول شيء يشك دريقة القدس منها من الوسط يبدأ ديشك ديشك لو ما تكمل يرجع صلاعه معناه هذا كبة الصغرة كبة الصغرة يا سلام والتحرير وخلاص وقل له نعيما هذا و الأقصالي بعد أم مش يتكون المكينة مشحونة